السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معاكم أم ميون لتفسير الأحلام بشكر جدا جدا كل الناس اللي بتشترك معي في القناة وبشكر جدا جدا كل الناس اللي هتشترك معي في القناة أحباتي في الله يريد تشتركوا معي أكتر وتتواصلوا معي أكتر عشان بإذن الله تعالى يوصلكم كل جديد بأمر الله تعالى النهاردة هنتكلم عن رؤية الكحل في المنام للمرأة المتزوجة علامة يدل ده اللي هنعرفه النهاردة بس بعد ما نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله بالنسبة للمرأة المتزوجة لو شافت نفسها إن هي في المنام بتضع لنفسها الكحل فيه وبترسم عينها بطريقة حلوة ده بيدل على إيه؟ ده بيدل على حبها للناس وحبها لزوجها وحبها لأولادها وإن هي إنسانة عطوفة وحنونة وإن هي كمان إنسانة خدومة لكل الناس اللي حواليها وممكن كمان تفسير آخر إن ممكن يدل على إنها إن فيه في الفترة القادمة لها هيكون هتتخذ بعض القرارات والقرارات دي هتكون قرارات صحيحة وسليمة في حياتها وإن هي كمان هتتحول مصار حياتها للأفضل بأمر الله تعالى وإن كمان هتبقى الأحوال المادية عندها سوف تتحسن وكمان هتنعم بمال وتنعم بالمال والخير والبركة والرزق بأمر الله تعالى في حياتها في الفترة القادمة لها بعد رؤيتها لما تشوف إن هي بتضع الكحل في المنام لنفسها وإن كمان ممكن تنول ماتة تمنام من أمنيات يعني لو نفسها في أمنية وربنا كانت بتطلب ربنا فيها إن شاء الله بإذن الله الأمنية دي هتتحقق بأمر الله تعالى أو كمان ممكن نقول لو شافت في المنام إن زوجها بيشتري لها كحل وبيدولها ده بيدل على إيه هنا بيدل كمان بردك على الخير والرزق والبركة والمال الكثير اللي هي تحصل عليه في الفترة القادمة لها بعد رؤيتها للحلم دوت أو بعد رؤيتها للرؤية ديت إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني رؤية الكحل للمرأة المتزوجة في المنام من الرؤى المحمودة بأمر الله تعالى بشكركم جدا على حسن استماعكم لي وأرجو المشاركة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته